أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من البيت الكبير البيت الكبير بيلم العيلة كل سبت الساعة 4 هنتكلم معاكم عن الصحة والجمال الثقافة والفن الرياضة الأطفال الديكور الديكور وكل حاجة تخص الأسرة وتخص البيت تابعونا و هنكون معاكم بعد الفاصل أهلا بكم مرة تانية في برنامج البيت الكبير النهاردة هنتكلم في موضوع يخص شريحة كبيرة جدا من المجتمع في الفترة الأخيرة ظهر قانون التصالح وفيه ناس كتيرة جدا مش عارفة و مش فهمة القانون و أبعاده ولا عارفة إزاي تقدر تقدم تصالحات ولا الطلبات النهاردة معنا الأستاذ إهاب خليفة المحامي بالنقض والإدارية العليا هينشرح لنا و هنستفسر منه عن كل التفاصيل الخاصة بقانون التصالح و هل هو في ميزات بترجع على المواطن و هل هو لصالح الدولة فقط أهلا بك معنا أستاذ إهاب أهلا بحضر جاتب أهلا بحضر في البداية عرفنا إيه هو قانون التصالح و في البداية قانون التصالح ده صدر اللي هو قانون 17 لسنة 2019 نظر اللي مرت به البلاد يعني مصر مرت بظروف سياسية و اقتصادية صعبة جدا واكب هذه الظروف الاقتصادية الصعبة و السياسية زيادة في عدد السكان فلجأ المواطن للبناء على الأراضي الزراعية في القرى و لجأ كذلك للبناء على أطراف المدينة نتيجة بعض التجاوزات من الأحياء و المحليات تم إدخال المرافق لهذه المباني المخالفة سواء تم بناءها على أرض الزراعية أو بناءها في أملاك دولة أو بناءها في أماكن غير مخصصة للبناء لما لجأ المواطن و هو عنده حق في الجزئية دي أنه يلجأ عايز سكن لابنه أو لأحفاده أو أيا كان فبدأ يلجأ لهذا الطريق و أدخل مرافق في ظل عجز الدولة في هذه المرحلة عن بناء مساكن للمواطن فعجز الدولة مع زيادة السكانية مع إمكانية أنه يبني و يدخل مرافق عن طريق بعض التجاوزات من المحليات و المرافق فأصبح قدامه دلوقتي الدولة مشكلة فيما بعد سنة 2011 اللي هي بعد سورة 2011 الموضوع تحول إلى استثمار عقاري يعني إيه استثمار عقاري بعد 2011 غياب الرقابة الإدارية للدولة و غياب الدولة بجميع مؤسساتها حصل أن الموضوع تحول إلى مالك عايز يبني معاه دورين أو معاه بيت دورين عايز يبني برج فيبدأ يهد البيت الدورين و يجيب ما يسمى الكحول ظهرت ظاهرة كده بتسمى الكحول الكحول ده اللي هو ايه واحد نفسه ضعيفة تعالى نعمل البيت باسمك نبني عشرة دور 12 دور و المخالفات كلها تسجل باسمه هذا ايه الشخص مش هيقدر يوصله لأنه هو شخصية عادية وبالتالي يدخل المرافق و أصبحت هنا مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأحياء أنه ما عندوش الإمكانيات اللي ادخل المرافق للأماكن دي كلها فكان لابد من تصدي الحكومة و الدولة لهذه الظاهرة بإصدار قانون 17 لسنة 2019 في شهر أربعة هذا القانون يعالج جميع المخالفات التي تمت في ظل القانون 119 لسنة 2018 أنا هستاذا حاجة بس لحظة و هنكمل أو هقطعك فسل الكلام قلت الناس دي وصلها كهربا و مية و غيره من المرافق بتجاوزات أو بعض التجاوزات من الأحياء هل التجاوزات دي كانت ماشي على مستوى جمهورية؟ ما هو ده اعتراف ضمي الناس بتقولك أنا بنيت و أنت وصلت لي مية و كهربا فمن فاش دي كتقولي ديوقتي أنا مخالف ما هو دخل مية و كهربا بطرق ملتاوية الفساد اللي كان في المحليات و اللي كان في الأحياء مسئول مسئولية تضامنية مع المالك في المخالفات دي كلها عشان كده النهاردة الحكومة بما جدت تعمل قانون التصالح بدأت تيسر و تعدل من الأوضاع المخالفة للملك دول بأنه هو يحاسبه تعالى أنت دخلت مرافق دخلتها إزاي؟ طب أنت بنيت كم دور؟ طب فين الرخصة؟ لا أقدم طلب تصالح عشان نقنلك الوضع الغلط القائم فهنا أصبح بيعمل عملية موازنة ما بين الخطأ اللي كان عنده كدولة و أحياء و محليات و ما بين خطأ المالك نفسه اللي لجأ للطرق الملتوية وهنا في جزء بتتحملوا الدولة من الخطأ تمام و هما القانون ده يتعمل علشان يصلح أو نبتدي نلم كل الأخطاء دي و نعالجها طيب هنكمل في قانون التصالح و هنسأل سؤال اللي هو أنا دلوقتي مخالف و عندي مشكلة هايزاي أوصل أن أنا أقدم الطلب أو أقل إيه الفئة المستهدفة من قانون التصالح؟ هو القانون قانون التصالح لما صدر في شهر أربعة 2019 قال كل لتقنين كل المخالفات الوردة في القانون 119 لسنة 2008 و دي جزئية اللي هي هنقول عليها بعد كده التعديل اللي حصل من رئيس الوزراء بالقرار اللي صدر فيه قانون رقم واحد لسنة 2020 تمام ما جه هنا النهار في جزئية القانون 17 لسنة 2019 المخالفات دي واحد بني بيت برا لحيز العمران وفيه تصوير جوي حصل في 22 سبعة 2017 جابت كتل السكنية المتأخمة للأماكن أو القرى أو المدن اللي هي فيها كتلة سكنية و داخل لحيز العمران فيه قانون لما صدر في شهر أربعة 2019 كل المخالفات اللي حصلت في هذا من 2008 لحد أربعة 2019 يشملها هذا القانون طيب لما صدر التعديل الأخير بتاع رئيس الوزراء قالك طيب يفرض النهاردة واحد بني قبل 2008 بني دورين وهو يسمح له ببناء أربع أدوار يعمل إيه يقدم طلب تصالح سامح له هنا يقدم طلب تصالح عشان يقن الوضع لأن التصالح ده عبارة عن إيه عن رخصة أنا بديك رخصة النهاردة رخصة بتبني كأنك واخد رخصة من الحين الرخصة دي بتديك حق وإلزام على الدولة أنك أنت بتدخل مرافق بطريقة قانونية وشرعية بعيد عن الالتواء واللف والدوران حوالين المحليات والأحيان تمام فالنهاردة هو القانون ده صادر لكل المخالفات سواء بناء على أراضي الزراعية أو أنت معاك عقار وفيه ست دوار رخص وبنت 11 الـ 11 من السبعة وثمانية وتسعة وعشر حتى 11 تعمل فيه متصالح وهنا دي ميزة للمالك عشان يقدر يدخل المرافق في الأدوار العليا دي في الأدوار العليا بشكل رسم بشكل رسم طيب هو حدق دلوقتي قلت نقطة أنه قبل 2008 يقدر أنه يقدم طلب تصالح يعني دي نقطة يعني ممكن تكون غايبة على الناس كتير قوي اللي احنا بنشوف دلوقتي على الميديا أو السوشيال ميديا يعني فيه ناس بتطلع أو فيه بسطات بتقولك أنا باني من قبل 2008 والحالي يجاي بيقول لي تعالى اعمل تصالح طب أنا مليش دعوة قانون بيقول لغاية 2008 يعني هو كده فيه تعديل حصل على القانون أنه قد أحقية للناس قبل 2008 كمان أنه هم يعملوا تصالح السيد الرئيسي الوزراء ما أصدر القرار ده في واحد عشرين عشرين تمام وده ده مجال كويس جدا للمالك اللي بنى قبل 2008 وما تدخلش مرافق أنت هتستفيد هتستفيد من إدخال المرافق هتستفيد من تعالية الأدوار بعد كده لأن أنت النهارده المفروض أن الرخصتك مثلا في المنطقة اللي أنت فيها أقصى حاجة أقصى ارتفاع أربعة دوار أنت بني دورين لما حضرتك تيجي بعد كده تيجي تعالي الدورين مش هتعرف تعالي الدورين إذن أنت النهارده فقدت ميزة الحكومة ديتهاي لك بأنك أنت تقدم تصالح على المبنى وتستفيد بالدورين وإدخال مرافق ليهم النهارده ما بقتش قصرة لأن فيه جدل زي ما حضرتك بتقول ما بين أن نبدأ من 2008 شهر 5 اللي هو صدر القانون 1119 لسنة 2008 ولا قبل استفيد أنت جايلك فرصة النهارده أنك أنت تستفيد من هذا القانون اللي هو قانون التصالح استفيد منه ودخل مرافق وابني وعلي أدوارك على حسب الرخصة اللي هتدهلك بعد ما تاخد قبول التصالح إذا أنت أردت خدت قبول التصالح خلاص معك رخصة تبني 3 تبني 4 تبني 5 على حسب المنطقة أو الشارع أو عرض الشارع اللي أنت فيه يعني هو مجرد تقديم الطلب وقبول الطلب فكده يعتبر خلاص هو يمشي في الإجراءاته وكده خلاص موضوع بالنسبة لهم لا هو هي في مراحل القانون من 17 لسنة 2019 لما صدر واللائحة التنفيذية اللي صدرت فيه شهر 7 2019 وضحت الخطوات والطرق اللي تقدر بيها حضرتك تقدم الطلب اللائحة التنفيذية دي بقى قسمت الموضوع كله على ثلاث لجان اللجنة الأولانية اللي هي لجنة تلقي الطلبات وفحصها ينبسق منها لجنة اسمها لجنة الفحص اللجنة التانية اللي هي لجنة التسعير والتقييم ودي بتبقى برئاسة المحافظ اللجنة التالتة هي لجنة التظلمات في حالة رفض الطلب اللجنة التالتة دي بتبقى برئاسة مستشار من مجلس الدولة ومعاه تلاتة مهندسين مهندس استشاري ومهندس مدني ومهندس معماري لتقييم الحالة إذا كان النهاردة الطلب بتاعي ترفض فترفض ليه عشان واحد اتنين ثلاثة قبول للتصالح يعني النقطة دي هنخليها قدام شوية عشان احنا هناخدها باستفادة أكتر دلوقتي أنا مالك عقار ومخالف وعايز أقدم على تصالح ايه الخطوات بالتفصيل اللي أقدر أعملها علشان أوفر على الناس أو نوفر على الناس وعلى نفسنا وقت ومجهود الخطوات كالقاتي واحد هتيجي هتقدم طلب لأوراق بتاعتك هتاخد صورة البطاعة الشخصية صورة عقد الملكية اللي بتؤكد لك صفة في العقار يعني أنا معايا عقد إيجار معايا عقد تمليك معايا الرخصة بتقولي أن أنا اللي هي العقار ده بإسمي راس مهندسي بعد كده ممكن كان الأول قبل في ظل القانون أو المصادر كان لازم تقريب من مهندس استشاري معتمد من النقابة والكلام ده كله وكان ده فيه تكلفة عالية جدا جدا على المواطن في التعديل الأخير للسيد رئيس الوزراء لغى الكلام ده وقال تقرير هندسي من مهندس من مهندس معتمد في النقابة بس حتى ما بيعتمدش ما بياخدش اعتماد النقابة فبالنهار يبقى صورة البطاعة الشخصية عقد الملكية الخاص بالعقار رسم هندسي وبتقدم الطلب للوحدة الوحدة المحلية بيحدد لك على ضوءها جديد التصالح المبلغ اللي انت هتدفعه في ضوء المساحة وسعر المتر المحدد من قبل المحافظ وطبقا للمساحة اللي حضرتك مقدمها في طلب التصالح تمام المبالغ المبالغ بقى المستحقة علي بتتحسب ازاي يعني هل هو كل منطقة ليها حساب خاص بيها ولا هو بيرجع للمحافظة كل محافظة مختلفة عن التانية هي كل محافظة لجنة التقييم والتسعير دي لجنة بتبقى برئاسة المحافظ بيقسم المحافظة بتاعته القطاعات حسب المستوى المعيشي والمستوى الحضاري واذا كان مناطق عشوائية مناطق دخل تنظيم بتبقى سعر المتر على حسب المكان اللي هو فيه المحافظ بيصدر قرار به دي جزية جزية تانية برضو فيه فرق ما بين الدور الأرضي للسادس ومن السادس لما بعد السادس للعاشر أو الحداشر دي بيبقى لها سعر بتتحسب ازاي بيجي سعر المتر المحدد من قبل المحافظة على المساحة اللي انت حضرتك قايل في عقدك أو مقدمها في فرقك ان المساحة دي هي اللي أنا بنيت عليها هنفترض جدلا ان احنا بنين على مساحة 200 متر وتحدد ليك سعر المتر 200 جنيه يبقى 100 في 200 بحوالي 20 ألف جنيه تيجى حضرتك تقدم يحسب لك الحزبة يحسب 25% من هذا المبلغ دي بتدفع مقدم اسمها مقدم جديد تصالح مقدم جديد تصالح 25% من قيمة اجمال المبلغ اللي هو العشرين ألف يبقى 5000 جنيه يدفع الخمس تلاف جنيه يتقبل الطلب بتاعه الباقي بيقصط على سلاس سنوات باقي المبلغ اللي هو 15 ألف بيقصط على سلاس سنوات تمام احنا دلوقتي لو احنا قدمنا والطلب تقبل ودفعنا 25% كده اطلع رخصة لا كده حضرتك هتاخد نموذج 3 حلو قوي نموذج 3 ده لوقف جميع الاعمال الجنائية او الاحكام الجنائية والادارية اللي صدر على العقار او صدر على الشخص صاحب العقار يعني لو واخد حكم حبس بيتوقف الحكم الحين الفصل في طلب الاتصالة لو بيتحاكم لسه بتوقف الدعوة تعليقيا لحين الفصل في طلب الاتصالة لو فيه قرارات ازالة قرارات ازالة بتوقف لحين الفصل في قرارات هذا النموذج يحمي صاحبه من كل الملاحقات الجنائية والادارية الخاصة بالعقار وهي ديت اهم ما يميز من تقدم بطلب تصالح ومن لم يتقدم بطلب تصالح تمام يعني حراك الطلب ده او الموافقة عليه او اللي هو نموذج 3 ده بيجب بما قبله حتى لو فيه حكم حتى لو فيه حكم بيوقف 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 حتى لو محبوس بيوقف التنفيذ ويخرج تمام يعني لو بينفذ العقوبة بيوقف التنفيذ العقوبة لحين الفصل فيه طلب اتصالح النموذج 3 ده هو الورقة اللي بتنقذ صاحبها او صاحب العقار من كل الملاحقات الجنائية والادارية اللي بتلاحقه على مدار 3-4 سنين فاته هو واخذ احكام وعمال يعمل معارضات ويلجأ في التنفيذ الازالات لارجاقها ويبدأ يحاول يبعد عن الشرطة ويبعد عن التنفيذ كل الكلام ده بيوقف مجرد ما بيقى استلم نموذج 3 تمام هستأذنك واستأذن المشاهدين هنطلع فاصل لدقاي ونرجع لك تاني تابعونا بعد الفاصل